انتهى المخرج منير الزعبي من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل عبرت شارع للكاتب الدكتور حمد الرومي وبطولة النجمة الكبيرة سعاد عبدالله وحشد كبير من النجوم القبس الإلكتروني رصدت أجواء التصوير عبرت شارع على أن الدكتور حمد شملان روائي بالدرجة الأولى وبالتالي اتجاه لكتابة الأعمال التلفزيونية فتحس روح السرد فيه بسرد تلفزيوني لما أقول العمل فيه جرأة العمل فيه جرأة لأنه هو مجريء هو واقع بس يلقي الضوء على أشياء تعتبر بالنسبة للآخرين جرأة ظلم الغريب يعني لا تضلب مستضعف لأنه يا يبحث عن اللقمة تعيشة في ديرتك تستضعفها وبالتالي تاكل حقها تضلمها هذه أعتقد أهم مسج لله الحمد محظوظ أني أنا أرجع مرة ثانية مع أختي العزيزة الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله وأيضا نخبة كبيرة من الفنانين هذا الدور أهم الأدوار اللي إن شاء الله يا رب أتمنى أنه راح تكون بالنسبة لي إضافة من خلال ما قدمت من سنوات سابق الله عندما وجد النص المناسب وعندما وجدت نفسي في المكان المناسب دراميا أن أقف أمام هذه الأستاذة الأسطورة لم أتردد في أي لحظة دوري في عبرت شارع راح يزعلون مني وايد ريائيل ويحبوني وايد حريم لأن هذا الزوج اللي تبحث عنه كثير من النساء يبحثون عن هذه النوعية الطلال اللي اكتبه دكتور حمد الرومي فيه تفاصيل كثيرة ما ودينا أنا أخذ فيها وأحرقها علشان تشوفونا إن شاء الله في شهر رمضان المبارك طبعا مسلسل عبرت شارع تاذي بالنسبة لي تجربة ثانية مع الكاتب الدكتور حمد الرومي بعد قبال يوم ما قبلت والعمل أمانة يعني كل كادر عندي يعني شون بشبه العمل مثل فريق نقول ريال مدريد تلاقي الملعب مليان نجوم أنا كادرين مليان نجوم أنا مراهن على العمل من ناحية الفنانين معاي كجمهور راح شوفهم لأول مرة بهالشكل هذا راح تفاجعون فيهم كلهم بإذن الله اسم الشخصية عمل من مسلسل عبرت شارع طبعا الحمد لله أن صار لي نصيب أشترك مع الأستاذة سعاد عبدالله في هذا العمل في رمضان 2018 أقدم شخصية سيف ابن للفنانة المخضرمة سعاد عبدالله والفنان المخضرمة أيضا الأستاذ جمال الردهان ما ودي أقول تفاصيل الدور خليها تكون مفاجئة أحسن بس إن شاء الله يكون الدور عند حسن ظنكم والعمل يلاقي استحسان الجمهور بعدنا الله